أقرأ الرسائل بسرعة بشكر جدا كل أصدقائنا متواصلين معنا أستاذ وليد جودة صباح الفل أستاذ عبد الحي علي صباح السعادة أستاذ أحمد محمد أستاذ إيهاب شبانة أستاذ ياسر عبد الغفار ماهر الحجار ضفنا بعد دقايق هو برضو معنا هو على الفيسبوك بر الوالدين أستاذ عماد حكيم دكتور أحمد عيسى منورنا جميعا بشكركم جدا كمان رسائل حلوة أستاذ وليد المسرح أصبح إفه وأغنية واستعراض ليه اختفت الابتسامة والضحكة اللي من القلب المسرح روح الممثل خف الدم وكارزميته التكنولوجيا إبهار شكلي فقط تقنية الموج والرياح والطيران بقت مسألة سهلة وسريعة والله يعني فعلا استخدام التقنيات دي بيدي روح جديدة للعمل المسرحي وأكيد بيرجع الناس وإن شاء الله العالم كله يستمتع بالتقنيات الجديدة وفي مصر عندنا شباب كتير قدموا تجارب رائعة إن شاء الله بس تخلص كورونا دي وكلنا نبقى في كل الأماكن الفنية الرائعة اللي بتحافظ على قيامنا وأخلاقياتنا وبتستسمر التكنولوجيا بيقول لي يا ريت تعملي حلقة عن أحمد خالد دكتور أحمد خالد توفيق والشباب والله هو مؤثر جدا وأعتقد أن أعماله بدأت تلاقي صدى كبير حتى بعد وفاته أكتر يقول لي ينفع تتكلمي عن المسرح دون عرض مشاهد وإفهات من مسرحيات مختلفة ده فطار كده من غير عيش لا لا عندنا العيش تقلقش بس ماهر هيكون معنا إن شاء الله بعد خمس دقايق وهتلاقي العيش أساس أحمد محمد سواحي الفل عليك بيصبح على فريق العمل على محمد صلاح وعلى نوها يحيا وعلى محمد نور بشكرك جدا والله بيقول صباحتك أنا في صباحتك ودكتور مود بطبق كل اللي بسمعه على حياتي لأن أنا ما كملتش تعليمي لكن ثقافتي استمدتها من البرامج يا سلام ده شرف والله كبير جدا وتغيرت حياتي كتير لأن أنا بدير ورشة والدي ربنا رب يجعلك الزرية الصالحة وبيقول اضطرية أبطل تعليم وأدير الورشة علشان لا تغلق وهل البشرية في صراع مع التكنولوجيا وهل الإنسان لازم يمشي في خط متوازي مع التطور التكنولوجي إن شاء الله حنرد عليك بقى من خلال التجارب العملية للمبدئين اللي حيكونوا معانا إن شاء الله وتحياتنا كمان وبيحيي كل فريق العمل وكل مستمع الشباب الرياضة وإحنا كمان بنحييك وبنحيي كل الفنيين والمساعدين اللي في الورشة عند حضرتك بشكرك جدا أستاذ أحمد وعلى الورود الجميلة اللي بعثها لنا ده شرف حاجة جميلة جدا والله بشكرك بشكرك على الكلام الحلو ده اللي أنا متأكد أنه من القلب محمد نور صباح خير يا محمد بيشاركنا بقى وهو مستمع النهارد صباح يفل عليك يا محمد إن شاء الله تكون معنا الأسبوع اللي جاي أستاذ عبد الحي علي صباحك سعادة يا رب وأستاذ محمد سعد الفيومي الله يوفق حضرتك ووفق كل مستمعينا بشكرك جدا عن الرسالة الحلوة دي أستاذ وليد جودة كل الدعم للمزيع علينا شاكر ربنا يشفيها ويعفيها يا رب آمن ويشفي كل مريض يا رب أستاذ عماد حكيم يوم سعيد على حضرتك بشكرك جدا بيقول إحنا بنفتقد متعة المسرح لأنها كانت مناسبة لخروج العيلة وقضاء السهرات الفنية الممتعة ومتعة الحضور على خشبة المسرح إن شاء الله ترجع كل الأنشطة وميزة التكنولوجيا لأنها ما خليتش حاجة تتوقف ودي نعمة كبيرة جدا أستاذ وليد بعت لنا بقى صور جميلة جدا بشكرك بشكرك جدا على كل الكومنتات الحلوة دي وعلى الصور الجميلة دي سوحتك إحنا لسا معكم ترجمة نانسي قنقر